مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم مع بعضنا وكما قاعدين نشوفوا باش نعملوا بنا ما هيش عادية نحبوها صغر وكبار نشوفوا كيفاش التصويرة تحكي وحدها يجيوا من برا من قرمشين ومن داخل يجيوا تريين وطايبين بالقداء بالقداء اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا الجيج مقارمش الهني اخذيت كيلو الجيج انا مش نعمل كمية بها نحطها في الكونجيلاتور نجبت وقت الي نستحق خذيت كيلو ازدر متاع الجيج بتبيع نجمو نعوضوه بازدر متاع الدانت نظفتو ان الهني مزلت نعملت له تنظيفة غسلة معناها بالماء وباش نقصو وبعد باش نعاود نغسلوه هكا كيما قاعد نشوفو قاعد نقص فيها كيكا شرائح شرائح كانت حبوهم تروفية صغار واصغر من هكا تنجمو بتبيعها ولكن تحبوهم تروفية كبار كيف 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 ما تحبو انتوما نقصوهم حسب الحاجة وحسب الضوء قاعدنا اما حاجة واحدة ما نعملوهم الشخشين باش يتيبونا بالبيهي وني هاوكا حاولت باش نقص الجيج اللي عندي الكل بنفس الخشن هكيكا باش يتيبونا الكل في نفس الوقت مش كي نحطو يتيبو فما ليتيب فما ليلي هزيتك الجيج هذيكا اخسلتو بالبيهي بالملح والقارس وشللتو وجيت باش نحاط نعمل بقية المكونات خضيت ثلاثة اصحنا سحنا حتيشيت ثلاثة كابت اعظم سحنا حتيت فيه فارينة وسحنا الثلاث نحطو فيه حسب الاختيار انا حتيت فيه شابلير وحتيت فيه اموند افلي سحنا هذي تنجمو تعملو كيف ما اين عملت ولا تنجمو حتى تحطو لوز افلي اكاهاو ولا تحطو شابلير اكاهاوة ولا تاخدو الكوغن فليكس يكون مالح مو يكونش حلو بتبيعه وتعملو به بنفس الطريق يعني عندكم حرية الاختيار تبقى لخرى باش تعملوه حتيت نفس الفيح حتيت�ه في الفارينة وفي فالملح في الفارينة وفالعظم وفالالفجيج حتيت مالح في اللون فيلكحل ثا بالمالح على هذا الشيء شوية شوية في الفارينة وعظم حتيت كيف كيف ايغة دو عن فيكب اللوفمانس وما بين الفارينة ونا نحبها كي يجي موزو شوية حتيت في المهروش حتيت في الجيش وحتيت في الفارينة وفي العظم بنسبه له في حرام نجمه نفوح وبالمتعم اللي نحب عليه كان تحبوا مطعم المطارد كان تحبوا مطعم كان تحبوا مطعم زنجبير تحطوا زنجبير تحبوا مطعم التماطم تنجمو تحطو التماطم معناها راهي لفاحات تختلف حسب الاذويق والكون اللي يجيب بنين هذا واحد المطعم اللي تحبوه حطوه انا هيدا هو لفاح اللي عملتو انا خاطر نحبو هكا نحب في هكا مطعم شوي حاتيت سوس باربكيو ونحبو يكون موازوز حاتيت فيه الفلفل مهاروش هيدا بالنسبة للفاح راهو للفاح راهو مفميش لفاح يلزمو يكون ليه تبدلوا لفاح اخر انا مستنسا نحطو المرضين ما حاتيتوش على خاطر وفالي اللي هو ثوم ثوم انبودخ ما عنديش ثوم مرحي ما حاتيتش استغنيت علي هذا بالنسبة للفاح خلطها كالشابلير واللوز مع بعضو اركضت الاعظم ونفس الشيء بالنسبة للفارينة خلطها بشكل لفاح يوصل للفارينة الكل علش كما فوح الجيج من فوح الاعظم والفارينة على خاطر فما اللي يفوح الجيج اكا هاو يبدأ الجيج فيوح من داخل والتبقى البرانية تكون مهيش فيوحة وحتى ساعات نلقاوها مسوسة هذيك يخلي الجيج ميجيش بنينة كي نفوحو المكونات الكل هاكيكا مع كل تبقى نقا نلقاوه اللفاح والفاح والجيج يجينا فيوحة وبنينة اكا هاو خلطت الجيج وصلت لفاح للجيج الكل بالنسبة للتفويح الجيج النجم من فوحورة قبل بساعة بساعتين ولا حتى قبل بليلة بتبعها يكون خير انا الحق نهرتها اخر اخر العشية وتعبة عاتيني انكمل وكا هاو دونك خدمت الجيج بالوقت اخذت الدروفة الجيج حاتيتهم الطابقة الاولى نعملو فارينة نحط نوصل الفارينة للجيج الكل ومبعد ننفذ ما نخليش فارينة زايدة بعد نهزا كطرف الجيج اللي حاتيتو في الفارينة نحطو في العظم كيف كيف الجيج الكل يزمو يكون ملفوف بالعظم نسقطر طرف الجيج بالعظم ومبعد اخر مرحلة مرحلة نحط الجيج في الشابلور ما قاعد نشوفو ننزل عليه بيش بيش يلسق وراو العظم يخلي يلسق اما ننزل عليه بيش تجي تبقى به هاو وهكا تكون النتيجة اكلوز ولا الشابلور ولا اللي بيش نحطوه ولا نجمو نعملو حتى بالشيبس لو جربتو مرة بالشيبس ناخدو الشيبس اي قو نحبو عليه ونهرسو هكا بحاجة ولا حتى بيدينا في الباق ونهرسوه ونعملو الشيبس في بلاست الشابلير واللوز يجي وبنيننا برش عاودت معاكم نفس العملية ده هكا نحطوه في الفارينة وننضو الفارينة الزيدة نفس الشي نحطوه في العظم ونسقطروه بالبهي من العظم وبعد نحطوه في الصحان الثالث احنا وشنية نعملوه ننزل عليها كشوية بيش يلسق ويجينا تبقى به كين تحبوه تبقى تكون خشينة برشا العملية تعاودوها مرتين انا الحق نعملها مرة واحدة تكون كافية هاوكا وتكون بيهي بالكدهي كملت الجيج الكل بنفس التاريقة ويف ما كنتوا تشوفو نحط فيه في الطبقة هذية اكد عليكم بيش ما بين الطبقة والطبقة نحطو بابي سولوفان عاليش بيش ما يلسقش في بعضو خاطر كين لسق في بعضو ما عشان نجموه نحيوها هاوكا كل طبقة نحط عليها بابي سولوفان وحتيتو في الكونجيلاتور بيش نخبي خاطر كين ما شفتو انا عملت كمية كبيرة بيش نخبيها راو نجمو نعملو كمية صغيرة كميم حتى كيتعملو كمية صغيرة دخلوه اقل حاجة ساعة ساعتين للكونجيلاتور خاليه يبس هكيكا بشكي نطيبوه هكا الطبقة الاخرانية تقعد شدة في الجيج ومش كنحطوه في الزيت الطبقة يتنح عنها مرحلة الكونجيلاتور راهي لازم منها حتى كيمشوا الطيبوه بالوقت يكاينكم بتعملو كيفي انا بتعملو كمية بيهي واتخبيوه حطوا البلاتو الكل في الكونجيلاتور يبس بالبيهي من قيمة غضوها هكا شفتو كل الكعبة واحدها ما نلقاهيش ليسقها في اختها طوا نحط في الساشي حط نعبي الساشي انا كيف ما نحب راهوا بالطريقة هذيه ما نخافوش ما ما يلسقوش في بعضهم بعد كي نستحق نحل الساشي حتى حاشتي بتارو في واحد نجبد ونطيب حاشتي في الساشي كاملة نجبد ونطيب هكيكا تروف الجيج تقعد كل كعبة واحدها وما تلسقش بعضها على ذيكا نعملو الطريقة هذيه كنجلوهم الليول في البلاتو هكيكا مش في الساشيات هكيكا بيش تقعد كل طرف واحدها وما يسقش انا رحق ما عنيش بلس في الكونجيلاتور بيش نحطو الكل في الساشي خليته في البلاتو وكل ما استحقيت اجبت الساشي هذيه بيش نهز نطيبها معاكم نوريكم النتيجة حتيت الزيت في المقلة يسخن سخن الزيت وهنا مقعد لي كيمش نحط طروف الجيج حاجة اخرى كين طيبو الجيج ومش نجبدوه ما مقبل ساعة و ساعتين ونخليوه يرجع لحرارة المطبخ ومبعد نقليوه ليه مل كونجيلاتور ديريكت للفور ولا القلية الهوائية ولا للزيت هكيكا يتيب يجينا يتقرمش وكالطبقة هذيك امتاع الباني تقعد ليس غفت جيج ما تتنحاش ناكد عليكم مل كونجيلاتور كان مكان جمعني كان عاملين وعنا مدة وإلا كان طيب نهف نهارو مل كونجيلاتور ديريكت للتعطيب كان في الزيت وإلا كان في الفور كان مش تعملوه في الفور ولا قلية هواية هكي ارشه خفيفة بالزيت ونحطوه يتيب نفس النتيجة انا اليوم عملتو قليتو معاكم وبقية تليمات اذا عملتو مجمع اللي فات اكثر حتى مجمع اللي فات والبقية نطايب فيه في القلية الهوائية بالحق يجي روعة يجي يدقرمش من برا ويجي تري وطايبو فيه وحبلك من داخل ما نحكي لكم كبار وصغار نحبوهم ننصحكم اعملو كمية كبيرة وحطوه في الكونجيلاتور كي تستحقو تجبدو كان يمشي انا نعبي صاندويتشات نحطو حتى معا سلاتة نعمل صحن سلاتة ونحط الجيج نحطو فوق معا سلاتة زيدا نقصو هكيك بعد ما نطايبو نقصو تروف ونحطو معا سلاتة يتاكل حتى واحد وانا ساعاتنا عملو حتى لمزة وناكل واحد وتعرفوني نحب الملح اكثر ملح لو بالحق يجي روعة ننصحكم جربوه وتفكروني ملاحظة اخرى كانكم مش تقليوها كيفما انا عملت ممكن هابتوهم الزيد ما نحطوهوش على بابيه اسويتو راهو البابيه هذيك يخلي الجيج يفقد اكد بجرميش متيعو حطو في كاسكيس تحت الكاسكيس اسحن اطاو يتخلص هو واحدو مكا الزيد ازايد الكل حكاكا بيش يقعد يتجرمش وشوفو كيفيش يجي يتجرمش من برا الجيج طايب بالباهي من داخل وفاوح بالحق ننصحكم اتجربوه وتفكروني وكها وهكا نكون وصلت معاكم الرئيخة للفيديو شعلا يكون اعجبكم شعلا تكون حصلت الاضافة طو مقعد لي كانوا قلكم شعلا ننقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلامة